الرئيس السيسي يوجه بزيادة عدد الجامعات الاهلية الى 15 تجامع على مستوى الجمهورية رئيس مجلس الشيوخ يؤكد ان وجود غرفتين بالبرلمان يمنح الفرصة للوصول الى اعلى درجات التشريع والرقابة رئيس الوزراء العراقي يصل فرنسا في مستقبل جولة اوروبية تشمل برلين ولندن الثانية صباحا منتصف الليل بتوقيت جرينيتش موجز اخباري يأتيكم من القاهرة اهلا بكم وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بتقديم كافة التسهيلات الممكنة الخاصة باجراءات التعاقد للحصول على وحدات المجمعات الصناعية وذلك بهدف دعم شباب المستثمرين في مجال الصناعات المتوسطة والصغيرة ولإتاحة مسار جديد يعزز من عملية التنمية الصناعية في مصر من خلال تعميق الانتاج المحلي في مختلف المحافظات جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي مع رئيس الوزراء ووزيرة التجارة والصناعة ورئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة كما صرح المتحدث الرسمي باسم رئيسة الجمهورية السفير بسام راضي بأن الرئيس وجه كذلك بدراسة تكرار تنظيم معرض تراثنا لمنتجات وفنون الحرف اليدوية والتراثية عدة مرات على مدار العام بالمحافظات الأخرى بجانب القاهرة اطلع الرئيس عبد الفتاح السيسي على الموقف التنفيذي للمشروع القومي لانشاء الجامعات الاهلية الجديدة التي تتبع الجامعات الحكومية والتصميمات الانشائية والهندسية لها وبرامجها الدراسية وخلال اجتماعنا مع رئيس الوزراء ووزير التعليم العالي ورئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ونائب وزير التعليم العالي لشؤون الجامعات وجه الرئيس بزيادة عدد تلك الجامعات إلى 15 جامعة لمستوى الجمهورية مع تركيز الدراسة بها على العلوم الحديثة والتخصصات العلمية المتطورة التي تؤهل الشباب لسوق العمل الراهن سواء داخل مصر أو خارجها وأكد رئيس مجلس الشيوخ عبدالوهاب عبدالرازق أن مصر تنطلق للأمان مشيرا في لقاء خاص لإكسترانيوز ضرورة أن يواكب ذلك التطور أعمال تشريعية ورقابية وأشار إلى أن وجود غرفتين بالبرلمان سيمنح الفرصة للوصول إلى أعلى درجات التشريع والرقابة كما أضف رئيس مجلس الشيوخ أنه لابد من التكامل في العمل مع غرفة مجلس النواب دون ازدواجية في الأداء مشيرا في لقاء مع إكسترانيوز إلى أن طبيعة المهام والاختصاص لغرفتين البرلمان تسمح بالتكامل فيما بينهما وصل رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى القاظمي إلى العاصمة الفرنسية باريس ومن المقرر أن يعقد القاظمي مباحثات مع رئيس الفرنسي إمانويل مكرون وعدد من المسؤولين حول العلاقات الثنائية والتطورات في العراق خاصة فيما يتعلق بحماية البعثات الأجنبية ومحاربة بقايا داعش الإرهابية يشار إلى أن مكرون زار العراق الشهر الماضي وأكد ضرورة توحيد القوى العراقية وإصلاح العملية السياسية أصدر العاهلة السعودية الملك سلمان بن عبد العزيز أوامر جديدة خاصة بإعادة تشكيل مجلس الشورى في المملكة ونصت الأوامر على تعيين 150 عضوا في مجلس الشورى لمدة أربع سنوات برئاسة الشيخ عبد الله بن محمد الشيخ كما تضمنت الأوامر تعيين مش على السلمين نائبا لرئيس مجلس الشورى كما أصدر العاهلة السعودية أمرا بإعادة تكوين هيئة كبار العلماء في البلاد أعلن رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان أن بلاده تملك أدلة دامغة تشير إلى مشاركة مسلحين أجانب يحاربون في كارباخ إلى جانب القوات الأذريباجانية وفي مقابلة مع صحيفة إيطالية قال باشينيان إن لدى الجانب الأرميني تسجيلات فيديو دعائية من تصوير هؤلاء المسلحين مع تحديد المواقع الجغرافية للمعارك التي شاركوا فيها كما تملك أرمينيا جثث بعضهم وأضاف أن الإرهابيين الذين أرسلتهم تركيا صوروا أيضا عددا من مقاطع الفيديو وتناقلتها فيما بعد مواقع إلكترونية ونحيط علم السادة المشاهدين بأن ترادد أكسترونيوز HD 12303 معدل الترميز 27500 معمل الاستقطاب أفقي إلى اللقاء اشتركوا في القناة